حديات ومشاهد مؤسفة يراها ليلة عبداللطيف في الصورة العربية اعرف اخطر توقعات ليلة عبداللطيف الليلة مرحبا بكم متابعين الكرام هذه اخطر توقعات ليلة عبداللطيف لهذا اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يسلك كل جديد سنرى صورة ستجمع ما بين الوزير باسيل وفرنجي لن يكون هناك تشنج بين زعماء العرب عاد الرجلان ليلتقي وجمعتهما هذه المرة الاحداث الجارية في جنوب لبنان على خلفية عمليات طوفان الاقصى ارى مشهد مأسوي يطال احد الابنية في لبنان والذي تم انشاؤه منذ حوالي اربعين سنة تحديدا في المنصورية في حي بدران ارى اننا سنشاهد بالصوت والصورة فضيحة تطال دار حضانة في احد المدارس التي تعتني بالاطفال دار الحضانة مزينة بالالعاب وبالالوان وتختبئ خلف جدرانها انين اطفال يعذبون من قبل وحش جسد امرأة سنرى احدى شاحنات النقلة الكبيرة تؤدي الى حصول احداث مؤسفة وسنرى الاعلام ينقل هذا الحدث بالصوت والصورة عند منعنفات حالة في جبال لبنان باتجاه العاصمة بيروت وسيؤدي هذا الى توتر في المنطقة واطلاق نار سيوقع عددا من الجرحة ويؤدي الى نقاش وحوار حاد سنسمعه على شاشة اعلامية وسيتطور ويؤدي الى اشتباك يتخطى الشاشات الزلزال يضرب تركيا وسيتأثر بقوته بعض الدول العربية وسيشعر سكان سوريا والاردن ولبنان وفلسطين المحتلبي قتلى وجرحى سنشاهدهم في حالة من الهلعي في قلب العدو الاسرائيلي وكون هذا الحدث غير مسبوق سيؤدي الى بث الروع بداخل قلب العدو الاسرائيلي هذه الصور ستشبه الصور التي بثتها حركة حماس لبدء هذه العملية العسكرية اقصد عملية طوفان الاقصى في داخل اسرائيل في غلاف غزة مدينة غزة ستشهد المزيد من التصعيد واراة داخل الاسرائيلي يلتهب بصواريخ المقاومة الفلسطينية انطلقت جولة جديدة من التصعيد مع رشقات صاروخية مكثفة اطلقتها الحركات المسلحة داخل قطاع غزة باتجاه الداخل الاسرائيلي حكومة نتنياهو تهتز وتواجه خلافات وانقسمات كبيرة والداخل الاسرائيلي يفقد الاستقرار بسبب هذا الحدث سنشهد مظاهرة بالالاف من عائلات وانصار الرهائن لدى حماس في تل ابيب مطالبين باستقالة نتنياهو يشهد العالم مشهدا مؤسفا وبالغ الخطورة وذلك بسبب التفجيرات ستطال احد المستشفيات في العالم مما يتعرض هذا المشفى الى اطلاق صواريخ من الجوف وهذا الحدث سيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب ويتصدر كل وسائل اعلام العالمية خارج لبنان ضجة اعلامية كبيرة على اسم الامين العام الحزب الله السيد حسن نصر الله ما بين اين هو وما بين نفاجئة من حيث ظهوره اثار ظهور زعيم حزب الله حسن نصر الله بساؤلات عن خطاباته المتتلية في ايام السلم التي استبدلها الان بتسجيل دعائي هي كارثة عالمية ستدمع لها العيون ونرى العالم والمجتمعات والمؤسسات الدولية لمساعدة هذه الدولة التي تتخطى قوة هذا الزلزال من 9 او 10 درجات مما سيجعل هذه الدولة الاسف تختفي بشكل كبير وصادم من خريطة العالم لبنان رح نقول بالعمية رح يجي يوم ونشوف سليمان بيك فرنجيه رئيسا للجمهورية لكن ما بين سليمان بيك فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزيف عون ارى الحضور تتأرجح ما بين الاسمين خلال الفترة الراهنة على الاقل لكن سيبقى سليمان بيك فرنجيه عندي كما لم يتبدل ولن يتغير سيتردد اسم مدير عام الامن العام اللواء الياس بيصري والذي طرح اسمه منذ فترة لرئاسة الجمهورية سنرى ابواب الهجرة مفتوحة ومن عدة سفارات دول اجنبية حول العالم لا تتركوا لبنان وحاولوا في الاستثمار الاستثمار بمشاريع صغيرة في البداية وذلك لانني ارى ان اكثر بلاد العرب وخاصة من دول خليج يعودون الى لبنان من اجل الاستثمار وانتعاش الاقتصاد وعلى كل المستويات سواء كانت تجارية او سياحية سيتم تطوير المنشآت السياحية في هذا البلد الغالي لبنان سيتعافى ويعود غنيا رغم كل الازمات والصعوبات المالية التي نعيشها اليوم والاقتصاد اللبناني سنراه منتعشا والارباح المالية في زيادة وسيعم الخير على الجميع خلال المراحل القادمة سنشهد ارتفاعا اسطوريا لاسعار الذهب كما ارى ارتفاعا باسعار العقارات وذلك لاننا سنشهد في المرحلة المقبلة بمنطقة الجعيطة مزدهرة وستكون عروسة كسروان بفضل الله ثم المختار سهي العقيقي تونس والرئيس قيس سعيد الاحداث المؤسفة تتفاقم في تونس في الـ 2024 وهذا العام سيكون قاسيا على الاجواء التونسية خاصة في الاجواء السياسية والاقتصادية والتغيير الكبير الذي نراه في تونس واصبح ضرورة واقعة لا محالة وتشهد تونس احتجاجات عريضة تطالب بالتغيير واسقاط النظام الرئيس التونسي قيس سعيد في حالة ارتباك شديدة ورئاسته على المحك كارثة طبيعية تقترب من الاجواء التونسية والله الحامي الانظار والاعلام على البابا فاتيكان وذلك بسبب حدث مؤسف وصحة البابا سنة 24 على المحك وسنرى الناس تؤدي الصلوات وتشوفها بالشارع وتدعو له بالشفاء الصين وتيوان وامريكا يقتربون من المواجهة واراهم على شفيري الحرب فرانسيس الاول سيتعرض لوعكة صحية الولايات المتحدة الامريكية والرئيس جو بايدن ستكون امريكا امام فترة اغلاق حكومي مؤقت وعدد من الخدمات الحكومية تتوقف بسبب هذا الاغلاق للموظفين والحكومين في امريكا قد لاحصلون على رواتبهم وسوف يسبب هذا الاغلاق خسائر مالية ومادية فادحة وغير مسبوقة على الصعيد الداخلي ارى حالات من القتل والشغب داخل احد القواعد العسكرية الامريكية لحادث مؤسف اجتياح عدد كبير من الغربان السود سنراها تنتشر في سماء امريكا واوروبا وعدة دول عربية مما يثير القلق والخوف من هذه الظاهرة الغريبة والمخيفة وعدة دول اسيوية وعربية مما يثير القلق والخوف من هذه الظاهرة الغريبة المخيفة عملية تفجير تطال احد السفارات في العالم وتثير موجة من الاستنفار والقلق والحذر عند بعض السفارات حول العالم التي اراها تحت اجواء من التهديد والخطر وهي سفارات عربية اكثر من اجنبية حرب اليمن سوف تشعل حروب البحر الاحمر وتسوية اتية وقدمة والبحر الاحمر يستعيد الامانة والهدوء من جديد ولكن بعد عدة احداث مشاهد قاسية جدا وحالة غليان وحرب من اليمن الى الات والعدو الاسرائيلي سيكون في قلب الحدث الى هنا متابعين الكرام نصل الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم والى اللقاء